بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس تفسير سورة النور للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من هذه السورة الكريمة وهما قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يقول الإمام النوع التاسع وهو من باب الزواجر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان طرئ خطوات بضم الطاء وخطوات بسكونها والخطوات جمع خطوة وهو من خطى الرجل يخطو خطوة فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الأول والجمع يفتح أوله ويضم والمراد بذلك السيرة والسلوك والمعنى لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في الإصغاء إلى الإفك والتلقي له وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو نهي لكل المكلفين وهو قوله ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومعلوم أن كل المكلفين ممنوعون من ذلك وإنما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لأنه توعدهم على اتباع خطواته بقوله ومن يتبع خطوات الشيطان وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه ولو كان المراد به الكفار لكانوا قد اتبعوه فكأنه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين أيضا بأن خصهم بالذكر ليتشددوا في ترك المعصية لألا يكون حالهم كحال أهل الإفك والفحشاء والفاحشة ما أفرط قبحه والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه وأما قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فقرأ يعقوب وابن محيصن ما زكى بالتشديد واعلم أن الزكية من بلغ في طاعة الله تعالى مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع فإذا بلغ المؤمن من الصلاح في الدين إلى ما يرضاه الله تعالى سمي زكية ولا يقال زكى إلا إذا وجد زكية كما لا يقال لمن ترك الهدى هداه الله تعالى مطلقا لا يقال هذا مطلقا بل يقال هداه الله فلم يهتد واحتج أصحابنا في مسألة المخلوق بقوله ولكن الله يزكي من يشاء فقالوا التزكية كالتسويد والتحمير فكما أن التسويد تحصيل السواد فكذا التزكية تحصيل الزكاء في المحل قالت المعتزلة هاهنا تأويلان أحدهما حمل التزكية على فعل الألطاف والثاني حملها على الحكم بكون العبد زكيا قال أصحابنا الوجهان على خلاف الظاهر ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانهما أيضا أما الأول فيدل على فساده وجوه أحدها أن فعل اللطف هل يرجح الداعي أو لا يرجحه فإن لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفا وإن رجحه فنقول المرجح لا بد وأن يكون منتهيا إلى حد الوجوب فإنه مع ذلك القدر من الترجيح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن أو يجب فإن امتنع كان مانعا لا داعيا وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون فكل ما يمكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فكل ما يمكن أو ما هو ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فليفرض تارة واقعة وأخرى غير واقع فامتياز وقت الوقوع عن وقت لا وقوع إما أن يتوقف على انضمام قيد إليه أو لا يتوقف فإن توقف كان المرجح هو المجموع الحاصل بعد انضمام هذا القيد فلا يكون الحاصل أولا مرجحا وإن لم يتوقف كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع والآخر باللا وقوع كان ترجيحا للممكن من غير مرجح وهو محال وأما إن كان اللطف مرجحا موجبا كان فاعل اللطف فاعلا للملطوف فيه فكان تعالى فاعلا لفعل العبد الثاني أنه تعالى قال ولكن الله يزكي من يشاء علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف واجب عند المعتزلة والواجب لا يتعلق بالمشيئة الثالث أنه علق التزكية على الفضل والرحمة وخلق الألطاف واجب فلا يكون معلقا بالفضل والرحمة وأما الوجه الثاني وهو الحكم بكونه زكيا فذلك واجب لأنه لو لم يحكم به لكان كذبا والكذب على الله تعالى محال فكيف يجوز تعليقه بالمشيئة فثبت أن قوله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء نص في الباب وحجة لأهل السنة وأما قوله والله سميع عليم فالمراد أنه يسمع أقوالكم في القذف وأقوالكم في إثبات البراءة عليم بما في قلوبكم من محبة إشاعة الفاحشة أو من كراهيتها وإذا كان كذلك وجب الاحتراز عن معصيته ثم قال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يقول الإمام اعلم أنه تعالى كما أدب أهل الإفك ومن سمع كلامهم كما قدمنا ذكره فكذلك أدب أبا بكر رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مصطح أبدا قال المفسرون نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه حيث حلف ألا ينفق على مصطح وهو ابن خالة أبي بكر وقد كان يتيما في حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته فلما نزلت الآية قال لهم أبو بكر رضي الله عنه قوموا فلستم مني ولست منكم ولا يدخلن علي أحد منكم فقال مصطح أنشدك الله والإسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لا تحوجنا إلى أحد فما كان لنا في أول الأمر من ذنب فقال لمصطح إن لم تتكلم فقد ضحكت فقال قد كان ذلك تعجبا من قول حسان فلم يقبل عذره وقال انطلقوا أيها القوم فإن الله عز وجل لم يجعل لكم عذرا ولا فرجا فخرجوا لا يدرون أين يذهبون وإلى أين يتوجهون من الأرض فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الله تعالى قد أنزل عليه كتابا ينهاه فيه أن يخرجهم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن الله عز وجل أنزل عليه قرآنا ينهى أبا بكر عن إخراجهم فكبر أبو بكر رضي الله عنه وسره ذلك وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية عليه فلما وصل إلى قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر رضي الله عنه بلى يا رب إني أحب أن يغفر لي وقد تجاوزت عما كان فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى بيته وأرسل إلى مصطح وأصحابه وقال قبلت ما أنزل الله على الرأس والعين أي قبلت عذركم ما أنزل الله على الرأس والعين وإنما فعلت بكم ما فعلت إذ سخط الله عليكم أما وقد عفى عنكم فمرحبا بكم وجعل له مثلي ما كان له قبل ذلك اليوم وها هنا مسائل المسألة الأولى ذكروا في قوله ولا يأتلي وجهين الأول وهو المشهور أنه من ائتلا إذا حلف أنه من ائتلا إذا حلف افتعل من الألية والمعنى ولا يحلف قال أبو مسلم هذا ضعيف لوجهين أحدهما أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضي المنع من الحلف على الإعطاء وهم أرادوا المنع من الحلف على ترك الإعطاء فهذا المتأول قد أقام النفي مكان الإيجاب وجعل المنهي عنه مأمورا به وثانيهما أنه قل ما يوجد في الكلام افتعلت مكان أفعلت وإنما يوجد مكان فعلت وهنا آليت من الألية فلا يقال افتعلت كما لا يقال من ألزمت التزمت ولا يقال من أعطيت اعتطيت ثم قال في يأتلي إن أصله يأتلي ذهبت الياء للجزم لأنه نهي وهو من قولك ما آلوت فلانا نصحا ولم آل في أمري جهدا أي ما قصرت ولا يألو ولا يأتلي واحد فالمراد لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم ويوجد كثيرا افتعلت مكان فعلت تقول كسبت واكتسب وصنعت واصطنعت ورضيت وارتضيت فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول ويروى هذا التأويل أيضا عن أبي عبيدة هذا قول أبي مسلم أن قوله ولا يأتلي من قولك ما آلوت فلانا نصحا ولم آل جهدا والمعنى لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم أجاب الزجاج عن السؤال الأول بأن لا تحذف في اليمين كثيرا قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا يعني أن لا تبروا فحذف لا وقال امرؤ القيس فقلت يمين الله فقلت يمين الله أبرح قاعدة ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي أبرح قاعدة أصلها لا أبرح قاعدة فحذفت لا بسبب القسم أو اليمين إذن هذا جواب الزجاج عن السؤال الأول أن لا تحذف في اليمين كثيرا واستدل بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا قال المعنى أن لا تبروا وبقول امرؤ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدة ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي أبرح أصلها لا أبرح وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا وأجابوا عن السؤال الثاني أن جميع المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم فسروا اللفظة باليمين وقول كل واحد منهم حجة في اللغة فكيف الكل ويعبده قراءة الحسن ولا يتأله المسألة الثانية أجمع المفسرون على أن المراد من قوله أولو الفضل أبو بكر رضي الله عنه وهذه الآية تدل على أنه كان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الفضل المذكور في هذه الآية إما في الدنيا وإما في الدين والأول باطل لأن الله تعالى ذكره في معرض المدخلة والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائز ولأنه لو كان كذلك لكان قوله والسعة تكريرا فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين فلو كان غيره مساويا له في الدرجات في الدين لم يكن رضي الله عنه هو صاحب الفضل لأن المساوية لا يكون فاضلا فلما أثبت الله تعالى له الفضل مطلقا غير مقيد بشخص دون شخص وجب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى معمولا به في حق الغير فإن قيل نمنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الآية بأبي بكر رضي الله عنه قلنا كل من طالع كتب التفسير والأحاديث علم أن اختصاص هذه الآية بأبي بكر رضي الله عنه بالغ إلى حد التواتر فلو جاز منعه لجاز منع كل متواتر وأيضا فهذه الآية دالة على أن المراد منها أفضل الناس وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر أو علي رضي الله عنهما فإذا بينا أنه ليس المراد علي رضي الله عنه تعينت الآية لأبي بكر رضي الله عنه وإنما قلنا إنه ليس المراد منه علي لوجهين الأول أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يتعلق بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها فيكون حديث علي في البين سميجا الثاني أنه تعالى وصفه بأنه من أولي السعة وعلي رضي الله عنه لم يكن من أولي السعة في الدنيا في ذلك الوقت فثبت أن المراد منه أبو بكر قطعا واعلم أن الله تعالى وصف أبا بكر رضي الله عنه في هذه الآيات بصفات عجيبة دالة على علو شأنه في الدين أحدها أنه سبحانه كنا عنه بلفظ الجمع والواحد إذا كني عنه بلفظ الجمع دل ذلك على علو شأنه فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وقوله إنا أعطيناك الكوثر فانظر إلى الشخص الذي كناه الله سبحانه مع جلاله بصيغة الجمع كيف يكون علو شأنه وثانيها وصفه عز وجل بأنه صاحب الفضل على الإطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون شخص والفضل يدخل فيه الإفضال وذلك يدل على أنه رضي الله عنه كما كان فاضلا على الإطلاق كان مفضلا على الإطلاق وثالثها أن الإفضال إفادة ما ينبغي لا لعوض فمن يهب السكين لمن يقتل نفسه لا يسمى مفضلا لأنه أعطى ما لا ينبغي ومن أعطى ليستفيد منه عوضا إما ماليا أو مدحا أو ثناء فهو مستفيد والله تعالى قد وصفه بذلك فقال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وصف الله عز وجل أبا بكر بهذه الصفات أنه لا يعطي لأجل عوض مادي أو معنوي أو مدح أو غير ذلك بل يعطي ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في حق علي رضي الله عنه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فعلي رضي الله عنه أعطى للخوف من العقاب وأبو بكر رضي الله عنه ما أعطى إلا لوجه ربه الأعلى فدرجة أبي بكر أعلى فكانت عطيته في الإفضال أتم وأكمل ورابعها أنه قال أولي الفضل منكم فكلمة من للتمييز فكأنه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولي الفضل والصفة التي بها يقع الامتياز يستحيل حصولها في الغير وإلا لما كانت مميزة له بعينه فدل ذلك على أن هذه الصفة خاصة فيه لا في غيره البتة وخامسها أمكن حمل الفضل على طاعة الله تعالى وخدمته وحمل قوله والسعة على الإحسان إلى المسلمين فكأنه رضي الله عنه كان مستجمعا للتعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين وكل من كان كذلك كان الله عز وجل معه لقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولأجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وسادسها إنما يكون الإنسان موصوفا بالسعة لو كان جوادا بذولا ولقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة ولقد كان رضي الله عنه جوادا بذولا في كل شيء ومن جوده أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء بعثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا على يده وكان جوده في التعليم والإرشاد إلى الدين والبذل بالدنيا كما هو مشهور فيحق له أن يوصف بأنه من أهل السعة وأيضا فهب أن الناس اختلفوا في أنه هل كان إسلامه قبل إسلام علي رضي الله عنه أو بعده ولكن اتفقوا على أن علي حين أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر رضي الله عنه اشتغل بالدعوة فكان أبو بكر أول الناس اشتغالا بالدعوة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن أجل المراتب في الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة فوجب أن يكون أبو بكر أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فوجب أن يكون لأبي بكر مثل أجر كل من يدعو إلى الله تعالى فيدل على الأفضلية من هذه الجهة أيضا وسابعها أن الظلم من ذوي القرب أشد قال الشاعر وظلم ذوي القرب أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي وأيضا فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءة كان ذلك أشد عليه مما إذا صدرت الإساءة من الأجنبي والجهتان كانتا مجتمعتين في حق مصطح ثم إنه آذى أبا بكر رضي الله عنه بهذا النوع من الإيذاء الذي هو أعظم أنواع الإيذاء فانظر أين مبلغ ذلك الضرر في قلب أبي بكر رضي الله عنه ثم إنه سبحانه أمره بأن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ما كان عليه من الإحسان وذلك من أعظم أنواع المجاهدات ولا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لأن هذا مجاهدة مع النفس وذلك مجاهدة مع الكافر ومجاهدة النفس أشق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وثامنها أن الله تعالى لما أمر أبا بكر رضي الله عنه بذلك لقبه بأولي الفضل وأولي السعة كأنه سبحانه يقول أنت أفضل من أن تقابل إساءته بشيء وأنت أوسع قلبا من أن تقيم للدنيا وزنا فلا يليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من الإساءة ومعلوم أن مثل هذا الخطاب يدل على نهاية الفضل والعلو في الدين ومعلوم أن مثل هذا الخطاب يدل على نهاية الفضل والعلو في الدين وتاسعها أن الألف واللام يفيدان العموم فالألف واللام في الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لأبي بكر رضي الله عنه كما يقال فلان هو العالم يعني قد بلغ في الفضل إلى أنصارك أنه كل العالم وما عداه كالعدم وهذا أيضا منقبة عظيمة وعاشرها قوله وليعفو وليصفحو وفيه وجوه منها أن العفو قرينة التقوى وكل من كان أقوى في العفو كان أقوى في التقوى ومن كان كذلك كان أفضل لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومنها أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمع فيه أي في أبي بكر رضي الله عنه أما التقوى فلقوله تعالى وسيجنبها الأتقى وأما العفو فلقوله تعالى وليعفو وليصفحو والحادي عشر أنه سبحانه قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح وقال في حق أبي بكر وليعفو وليصفحو فمن هذا الوجه يدل على أن أبا بكر كان ثاني اثنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأخلاق حتى في العفو والصفح والثاني عشر قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم فإنه سبحانه ذكره بكناية الجمع على سبيل التعظيم وأيضا فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فلما حصل الشرط منه وجب ترتيب الجزاء عليه ثم قوله أن يغفر الله لكم بصيغة المستقبل وأنه غير مقيد بشيء دون شيء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له في مستقبل عمره على الإطلاق والثاني عشر قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم فإنه سبحانه ذكره بكناية الجمع على سبيل التعظيم وأيضا فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فلما حصل الشرط منه وجب ترتيب الجزاء عليه ثم قوله أن يغفر الله لكم بصيغة المستقبل وأنه غير مقيد بشيء دون شيء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له في مستقبل عمره على الإطلاق فكان من هذا الوجه ثاني اثنين للرسول صلى الله عليه وسلم في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قال تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكان دليلا على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه فإن إمامته لو كانت على خلاف الحق لما كان مغفورا له على الإطلاق وكانت دليلا على صحة ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر في الجنة والثالث عشر أنه سبحانه وتعالى لما قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم وصف نفسه بكونه غفورا رحيما والغفور مبالغة في الغفران فعظم أبا بكر حيث خاطبه بلفظ الجمع الدال على التعظيم وعظم نفسه سبحانه حيث وصفها بمبالغة الغفران والعظيم إذا عظم نفسه ثم عظم مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لأجله لا بد وأن تكون في غاية التعظيم ولهذا قلنا إنه سبحانه لما قال إنا أعطيناك الكوثر وجب أن تكون العطية عظيمة فدلت الآية على أن أبا بكر رضي الله عنه ثاني اثنين للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المنقبة أيضا والرابع عشر أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولو الفضل والسعة على سبيل المدح واجب أن يقال إنه كان خاليا عن المعصية لأن الممدوح إلى هذا الحد لا يجوز أن يكون من أهل النار ولو كان عاصيا لكان كذلك لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وإذا ثبت أنه كان خاليا عن المعاصي فقوله يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم لا يجوز أن يكون المراد منه غفران المعصية لأن المعصية التي لا تكون لا يمكن غفرانها وإذا ثبت أنه لا يمكن حمل الآية على ذلك وجب حملها على وجه آخر فكأنه سبحانه قال والله أعلم ألا تحبون أن يغفر الله لكم لأجل تعظيمكم هؤلاء القذفة والعصى فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال يا أبا بكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضا أقبلهم فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال يا أبا بكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضا أقبلهم وإن رددتهم فأنا أيضا أردهم فكأنه سبحانه أعطاه مرتبة الشفاعة في الدنيا فهذا ما حضرنا في هذه الآية والله أعلم فإن قيل هذه الآية تقدح في فضيلة أبي بكر من وجه آخر وذلك لأنه عز وجل نهاه عن هذا الحلف فدل على صدور المعصية منه قلنا الجواب عنه من وجوه أحدها أن النهي لا يدل على وقوعه قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين نهاه عن طاعتهم ولم يدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطاعهم بل دلت الأخبار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه ولكن على هذا التقدير لا تكون الآية دالة على قولكم وثانيها هب أنه صدر عنه ذلك الحلف فلما قلتم إنه كان معصية وذلك لأن الامتناع من التفضل قد يحسن خصوصا في من يسيء إلى من أحسن إليه أو في حق من يتخذه ذريعة إلى الأفعال المحرمة لا يقال فلو لم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنها بقوله ولا يأكل أولو الفضل لأننا نقول هذا النهي ليس نهي زجر وتحريم بل هو نهي عن ترك الأولى كأنه سبحانه قال لأبي بكر رضي الله عنه اللائق بفضلك وسعة همتك ألا تقطع هذا فكان هذا إرشادا إلى الأولى لا منعا عن المحرم ونقف عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحو نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين